موضوع تاني بنتابع معاكم النهاردة في بداية حديث القاهرة برضو ملف فتحناه معاكم لكن من ثلاثة ايه اتكلمنا عن أزمة خليج سيدي عبد الرحمن يعني هذا المكان العظيم اللي بيضحط في مرتبة متقدمة جدا من أجمل الشواطئ على مستوى العالم وطبعا في مصر هو بالنسبة لنا كنز هذه الأزمة مازالت مستمرة هنا حديث القاهرة مازالت طبعا جهود أسرة البرنامج للتواصل مع كل الجهات المعنية عشان ناخد إجابة على السؤال البسيط ايه اللي بيحصل بالزبط هناك من نحر ده وسببه ايه وهل يطرى فعلا شواطئنا العظيمة الجميلة دي مهددة بالنحر بالشكل اللي بنشوف صوره متدولة في كل مكان لكن للأسف مازال حتى الآن في صمت غير مفهوم وزارة البيئة قالت لنا أنا مليش دعوة وزارة الرأي قالت لنا هنرد وما ردتش والمسؤول عن الشواطئ عمل بلوك للأصدقاء كان اسمه الدكتور أشرف حباشي عمل بلوك للأصدقاء لأننا قلناه ما بيردش علينا بعد ما رد علينا وكان مكلف بالرد وهكذا المسؤولين في قضية هامة جدا وبيرجعوا يزعلوا ويقولك الإعلام معه الإعلام وظفته أن يبحث عن المعلومة من مصادرها نستطيع أن احنا نجيب ناس ويقولولنا كلام كتير قوي لكن تب كلام المسؤولين فين بتقولولنا اسأله ولما نسأل ونرد عليك وقولوا الرد بنسأل بس ما حدش بيرد اتصل بيا صديقي المصور الكبير الأستاذ عادل مبارز المهاردة وقال لي حاجة جديدة خالص قال لي أنه عنده بيت في قرية اللوتس واللوتس تابعة لوزارة الداخلية قال لي منذ سنوات حصلت مشكلة وحصل نحر جامد لدرجة أن في قرية اسمها الأحلام ملاصقة لمرينة حصل لها نحر ما بقاش عندها بلاش رفعوا قضية اضطرت قرية مارينة التابعة للمجتمعات العمرانية أن تعمل لهم كاسر أمواج كواسر الأمواج ممنوعة من يومة عملت مارينة وصدر قرار رسمي لأنها بتغير البيئة وبتؤدي إلى ظهور الحجرة اللي بتشوفوها وبتعمل نحر بتاكل الرمل فمبقاش عندك شط لكن الأحلام عملت لما الأحلام عملت راح توكلة الساحل بتاع بيتروبيتش فبيتروبيتش راح تعمل لك كاسر أمواج ده على كلام الأستاذ عادل مبارز قال لي وإحنا في اللوتس حنعمل كاسر أمواج ده معنى إيه يا جماعة؟ إنك بتغير البيئة بتاع البحر تماما خلال فترة قريبة جدا ما هيبقاش عندنا شواطر الدولة اللي بتبزي المجهودة عظيم وعملة مدينة كاملة اسمها مدينة العالمين على أحدث مستوى في الدنيا في نفس الوقت بيحصل تغيير في الخريطة البيئية والساحلية في مصر مين اللي يرد علينا؟ مين اللي حيعبرنا؟ مين اللي حيقول للسادة المشاهدين هي الحقيقة إيه؟ هيبقى عندنا ساحل ولا مساحل فين شفافية المعلومات اللي بنتكلم فيها طول الوقت وفى اللي معلومات عشان أطلع أقدم خدمة للسادة المشاهد وللمواطن صاحب الحق في المعرفة لكن هتقول لي مين ومين هيسمع وجايز يقولوا علينا مغرضين وجايز يقولوا علينا بنشوه الصورة وجايز يقولوا علينا كلام كتير لكننا سنظل النقول الحقيقة في بلد دايماً عنوانها هو المعلوماتها اللي ما بيشوفش بعنيه يبقى أطرش خلونا نشوف عنوين الأخبار ونرجع لحضراتكو تاني بخصصنا الإخبارية اشتركوا في القناة